موسيقى اليوم قصتنا من ميشيغن من الولايات المتحدة الامريكية بدنا نحكي عن قصة نجاح كورنفلكس كورنفلكس هي الشركة اللي بلشت قصتها بالصدفة بدون ما يكون فيه اي تخطيط او تحضير لصناعة المنتج اللي يستعمل بكميات هاي اللي اليوم بالعالم للفطور الصباحي وهي بتجي نتيجة عمل الاخوة اللي كانوا بكيلوغ عم يحضروا ترويئة للمرضى باحدى المستشفيات وكان في عندهم حادث صار بالمستشفى تركوا الامح معجون وبالتالي لقوا بعد يومين لما رجعوا كان هيدا العجين نوع من المخمر بشكل زائد وطالع منه رائحة كريهة اضافة انه منظره يوحي بانه هيدا تلف بدون ما يفكروا جربوا انه يستفيدوا من هالعجين هيدا لصناعة يعني تكون خبز مقرمش يجربوا انه يقدموه بيحطوا عليه صوس للبيتزا او ما شابه وبالحقيقة من بعد ما نحط بالفرن اعطى طعمي عجيبي واقدموا الاخوة كيلوغ على تسجيل براءة اختراع تم تسجيل براءة اختراع لرقائق الحبوب اللي هي كورنفلكس ووقتها بلشت شركة كورنفلكس اللي هي بتصدر على 42 دولة بالعالم هيدا المنتجات الغذائية من مثل حبوب الدرة والشوفان والامح وتنافس العديد من الاسواق العالمية بدون شك انه نحنا بلبنان قدرنا طورنا بفضل جهود مجموعة ظاهر لانتاج الكورنفلكس وصار في عنا مصنع من اكبر المصانع الموجودة بالشر الاوسط لصناعة الكورنفلكس اللي هي كمان موجودة عم بتضم مئات العائلات اللبنانية عم بيعني شركة اضافة لانه كيلوغ اليوم غطت الاسواق ونستي في عنا شركة بوبينز عم تشتغل بمزاق رائع والتقنية حديثة جدا وصار للكورنفلكس اللبنانية علامة وشعار صنعة في لبنان وبدنا نسأل هون لو الاخوين الاخوين كيلوغ قاموا تخلصوا من العجينة في ذلك الوقت ما بعتقد انه كنا وصلنا لها الاختراع ولا انتاج وجبة فطور صباحية بتقنيات حديثة اليوم باستثمارات حيلي هون اوقات ندخل نحنا لنقول انه ربا ضارة النافعة واللي صار مع الاخوين كيلوغ بانتاج الكورنفلكس وصل هالشركة هايدي الى العالمية وخلي مئات الشركات اللبنانية اليوم تقضي باللي عم نقوله وتعتبر انه بعد كل فشل في نجاح اشتركوا في القناة